ساعة هنا 12 و 12 ديه 11 و 11 ديه بتوقيت القاهرة أهلا وسهلا في أولى حلقات برنامج الماتش من تغطية خاصة بمناسبة بطولة السوبر المصري اللي انطلق بالفعل النهاردة وفيه تحدد بالفعل طرفاء المباراة النهائية الزمالك تأهل على حساب بيرامدز براكارات الترجيح والأهلي تأهل على حساب سيراميكا كريو باترا بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد ليلتقي من جديد الأهلي والزمالك وبعد أقل من شهر بالتمام والكمال بعد 27 يوم من مباراة الفريقين في السوبر الإفريقي اللي فاز به الزمالك الآن يلتقي الفريقان في سوبر آخر لكنه محلي يوم الخميس الثامنة مساء بتوقيت القاهرة بينما في مباراة ثالث ورابع مكررة من النسخة الماضية يلتقي سيراميكا كليو باترا وبيرامدز في نفس اليوم لكن عصرا على غير العادة البداية النهاردة هتكون بوجود ضفنة وبعدها هنتكلم مع بعض شوية عن الأحداث اللي حصلت لأن الأحداث كتير قوي مش بس جوه الملعب بل كمان بره الملعب أعتقد أنه فوز الأهلي كان مهما لكنه كان صعبا للغاية وفي نفس الوقت الإشادة متجهة بشكل كبير قوي تجاه سيراميكا كريو باترا وفي نفس الوقت الحرص موجود وقت الفرحة عند جمهور الأهلي لأن المستوى مش هو المرضي وفي نفس الوقت أنت لقائك اللي جاي هو لقاء سأري كرويا أمام الزمانك ده نتكلم عنه لكن تعالوا نروح لسيراميكا كريو باترا مع صديقي العزيز المدير الرياضي لسيراميكا كريو باترا الكابتن معتزة البطاوي أهلاً وسهلاً بيك أهلاً بيك هاني هارد لك الحمد لله هقولك حاجة يعني أنا هنقل كده جملة كانت بيني وبينك من شوية ما أعتقدش أن أنت هتبقى مدائنية تنقل لكن بقولك هارد لك قلتلي كل مرة كل مرة تبقى هارد لك بنبقى قريبين فأنا عايزك تشرح لي الكلمة فبعد طبعاً حظة أوفر وبعد التحية على الأداء اللي قدمتوه النهاردة طبعاً في البداية أنا يعني بهني مصر كلها الحقيقة على المستوى الراقي ومستوى الكريو اللي إحنا وصلنا ليه الحمد لله الأربع فرق الأهلي والزمالك وبراميكا وبقول ألف ألف مبروك للأهلي وألف مبروك للزمالك وجودهم في النهائي وهارد لك فعلاً لسيراميكا لباترا وهارد لك لبراميكا الكلمة فعلاً أنا قلتها لك أنا كنت أعنيها فعلاً لأن إحنا بقلنا فترة طويلة جداً ممكن من يوم صعودنا للدور الممتاز وده بيتزايد معنا موسم عن آخر إن إحنا دايماً لقاءتنا مع الأهلي والزمالك وبراميكا تحديداً اللي هما يعني قمة اللي دايماً بيقوا هما اللي على قمة الدول المصري دايماً لقاءتنا معهم بتبقى قوية جداً حقيقة حتى لو ما كسبتش حتى لو ما تعادلتش حقيقة يعني أنا عاوز أقولك بدون مبلغة يعني ممكن آخر أربع مبريات بيننا وبين الأهلي لأنه دايماً بيكسب في الدقي الأخيرة أو السواني الأخيرة دايماً بنبقى في نداية كبيرة جداً بيننا وبين الأهلي وبين الزمالك لكن نحنا النهاردة بالفعل أنا طلعي زعلان جداً متدايق جداً رغم إن كل الناس بتهنيني الحقيقة أو بتهنينا الأداء لكن كنت فعلاً فعلاً أتمنى أو إن أنا شايف إن أنا ما استحقش إن أنا النهاردة أخسر في رقيقة النهاردة قدمت فعلاً أداء هايل كان ينقصنا بعض الحاجات يمكن يغزب عننا مش بمزاجنا زي إيه؟ التجانس والتناسق ما بيننا وما بين اللعيبة وبين بعضها خاصة إن فيه لعيبة جديدة الوقت ما كانش كافي إن اللعيبة دي تاخد وقت كافي مع كابتن أعيمن الرماضي وجهازه لتجهزهم لمباراة كبيرة زي مباراة السوبر يمكن إحنا الفرقة اكتملت فعلياً من ثلاث أيام فقط في بعض اللاعبين اللي إحنا إن شاء الله هنعتمد عليهم خلال الفترات اللي جاية كان حسين السيد تقريباً آخر الواصلين للفريق من كم يوم دي حقيقة ويمكن في بعض اللاعبين كمان راجعين من إصابات طويلة وفيه لعيبين كانوا مش متواجدين معنا خلال الفترة الأخيرة لكن في الأول في الآخر كل اللاعب اللي كانت النهاردة على الأرض الملعب قدت الوجب بها وبزيادة عملوا اللي عليهم وبزيادة يمكن للحظ بس ما ساعدناش إن إحنا يعني تركنا جول في أول 15 ثانية وده يهد أي فرقة في العالم دي نقطة على فكرة يستحق عليها سيراميك كريباترا الإشادة النهاردة طبعاً النهاردة طاهر محمد طاهر بالهدف اللي سجله في الثانية 14 بعد كرة ارتدت من محمد عادل أعتقد كان بيلعبها الرجب نبيل طلعت عالية بسبب إنه كان متعرض لضغط طاهر ضغط على رجب وعلى بسام برأسية سجل أسرع هدف في تاريخ بطولة السوبر المصري بعد ما كان الهدف الأسرع بعد 13 دقيقة في النسخة اللي فاتت دلوقتي بعد 14 ثانية والناس كلها بتشيد فعلاً بقدرة سيراميك كريباترا على التماسك بعد عشر دقيق كده من الهزة بعد جول بدري قوي يهد أي فريق كابتاً ومش يعني مش أخفيك سرراً يا عماني إحنا كلنا على الدكة وكل اللاعبين اللي عادين في على الدكة جنبنا والجوه الملعب كان عندنا ثقة كبيرة جداً إن إحنا هنرجع للمبارض إزاي؟ كنا حسين إن إحنا بالفعل بعد يعني تحديداً بعد 12 دقيقة أو 13 دقيقة إن إحنا أحسن على الأرض الملعب أتقل على الأرض الملعب عندنا ثقة في إن إحنا لعيبتنا موجودة وعندها الرغبة إن هي ترجع وبالفعل بدأنا نتماسك بعد وده أعتقد إن كان دي من سمات الكبار من سمات الكبار مية في المية مية في المية مش سهلة على الإطلاق إنك تكون بتلعب كمان قدام الأهلي في بطولة قدام جمهور الأهلي وتستقبل الهدف ده وبعدها تخلص المباراة وإنت خسراً بصعوبة هي الفكرة إن إحنا مصدقين نعم مصدقين مصدقين إيه اللي بينقص بقى عشان الخطوة اللي بعد مصدقين اللي إنت أترجعني للكلام اللي قبله اللي ينقص لإنك تبقى مش بس بتحرج الكبار أعتقد ممكن زي ما قلت لك إن ظروف الخارجة عن إيدك شوية في إن إنت حاتة الانسجام وارد جدا إن شاء الله بإذن لأنه ده يحصل في الدوري وارد إنه يحصل الفترة اللي جاية الحمد لله إدارة سلاماتك لبطرة ما تأخرتش علينا فإن إحنا بالفعل نبني فريق كل الناس النهاردة بتحترمه أنا يمكن قابل كل الناس في الشارع وأنا راجع من الأستاذ اللي هنا كل إن القادر يضيين بيتكلموا بيقولولنا إن إحنا بالفعل النهاردة أفضل فرقة في الأربع فرقة فنيا ده شيء طبعا بيساعدنا جدا لكن اللي كان هي وساعدنا أكتر إن كانت النتيجة وإنها كسبان وإنها بقى موجود في النهائي لكن في الأول في الآخر هي رغم الخسارة فيه مكاسب كتيرة جدا النهاردة كان عندنا مكاسب كتيرة وكبيرة بإن إحنا لأ نكتسب السقر أكتر اللاعبين الجدد اللي موجودين عندنا يدخلوا في الأجواء إن شاء الله بإذن الله أسرع يعني البطولة دي أعتقد إن هي مفيدة لنا في كل الأحوال رغم الخسارة النهاردة لكن أنا بقى أشيد باللعيبة أو أشيد بقى بهاز وعاوز أقولك إن عندنا بالفعل أنا بالكلام ده يعني ممكن كنتش عايز أقوله بس بالفعل اللازم أقوله إدارة سنوات كلبطرة وممكن ممثلة في سيدة نائب محمد أبو العنين وسستارة أبو العنين سستارة أبو عين نزل غرفة الملابس بعد ما الحكم صفر شايف بالفعل زي ما كل الناس شايفة إن إحنا الحمد لله قدينا أداء كويس ولكن ينقصنا برضو إن إحنا نكسب أعتقد إن شاء الله بإذن الله هتحصل وأنا بوعده إن هي تحصل وتحصل قريب لأن الفرقة بالفعل مش ناقصها غير شوية وقت شوية انسجام شوية صبر بإذن الله هنبقى في مكان ديني طيب أنا عايز أقف عند كم محطة كده من محطات المباراة النهاردة بس الأول هبدأ بتصريح الكابتن أيمان الرمادي اللي كان مستاء شوية من فكرة إهدار الوقت وده على غير العادة برضو دي من النقاط اللي بتضاف لسيراميكري باترا إنه الحكم كابتن أحمد الغندور أكتر من لقطة يستعجل لعيبة الأهلي ومصطفى شوبير تحديدا أو لعيبة الأهلي اللي وقعت على الأرض دي حاجة برضو بالنسبة لكم أعتقد تزود من النظرة ناحية سيراميكري باترا النقطة اللي اتكلم فيها الكابتن أيمان الرمادي على إهدار الوقت في الشوط التاني انتو شايفينها إزاي ده هيديك الانطباع يعني نتيجة الانطباع عند كل الناس إن بالفعل نهاردة سيراميكري باترا كان متحكم في المباراة لعيبة الأهلي يعني أول مرة زي ما انت بتقوله أنا كمان أول مرة شوف النادي الأهلي أو لعيبة النادي الأهلي بتحاول إن هي تضيع وقت ولكن أنا عايز أرجع في نقطة أهم إن هي جرئة أحمد الغندور وطاقم التحكيم إن هو يحتسب عشر دقيقة ويمد كمان الوقت 13 دقيقة فبالتالي أنا بشكر لجنة الحكام على غير العادة معتز المطوب يشكر التحكيم المصري دي حقيقة لا أول طبيعي إن أنا لما يبقى فيه يعني حاجة كويسة بتتعمل لازم نشكر الناس زي ما انتقدناهم وزي ما ما قلنا لأ يعني في فترة من الفترات ما كانش التحكيم على مستوى عالي لكن دلوقتي لأ الحقيقة طالما حد اكتهد واشتغل لازم نقول عليه إن هو اشتغل وإن هو كويس ويدانا حقنا حتى لو في بعض اللقطات بعض الناس شايفاها يمكننا يعني بعد ما اخرجنا اتقلنا لكن وارد إن يحصل ده من التحكيم لكن بشيد بالتحكيم المصري وكانت الحكام المصرية وكابتن نحن الغندور والطاق من بتاعه لكن زي ما بقولك تضيع الوقت في الشروط التاني إحنا بالفعل كابتن أيمن وإحنا كنا عادينا عالدكة كلنا مستقين جدا وكنا مرعوبين جدا إن كمان الوقت ده ما يتحسبش لكن ده بيحسب لنا في الأداء بس برضو ده مش مبرر إن إحنا يعني نخسر أنا مددق جدا إن إحنا ما نستهلش نخسر هارد لك هارد لك أنا فعلا نحاسس بيك إحنا كمان حتى رغم تضيع الوقت ده كله إحنا كان فيه فرص في آخر مضبوط في أثناء الوقت الضايع لا فيه فرص كرة اللي بتأخر المباراة بتاعت مكة أيمن مكة أعتقد لا كانت استحقت والكرة رسمتها حلوة يعني التحول من أقصى اليمين لأقصى الشمال الوقت ما وصلت لمكة بلمسة واحدة محطات حلوة الكرة بتتنقل فيها فصراحة فنيا الجملة حلوة جدا في حاجات بتوريك إن إزاي الفريق ده فريق كبير مش فريق صغير إن إنت دايما في الأوقات الصعبة في آخر الأوقات ودايما يمكن الكابتن آمن دايما بيركز جدا على الحتي دي حتى لو إحنا خسرانين وباقي سواني ما بيحبش خالص اللعب المباشر الطويل لأ إحنا لازم نلعب كورتنا ولازم هنوصل وهنوصل أسهل وأسرع للمرمى بطريقة لعبنا اللي إحنا حفظنا ممتاز في محطة تانية وهي محطة هدف التعادل جي بعد سلسلة فرص وبعد استحواز سيراميك كريباترا في المباراة بعد التقدم المبكر أول الأهلي وبعد الجول فضلت ضغطين وزلاكة تصويبة خطيرة من عرض منطقة الجزاء مصطفى شوبير عمل ممتاز على الأرض وطلعها لضربة روكنية لدرجة أنه اللعيبة دخلة غرف الملابس بين الشوتين جمهور الأهلي كان بيهتف هتفات غاضبة تجاه لعبته أنتو لما سمعتوا الهتفات دي وانتو دخلين احكيلي عن اللحظات من بعد التعادل والدخول لغرفة الملابس إيه اللي دار في غرفة الملابس وانتو أصحاب اليد العليا بشكل مفاجئ في المباراة مش من السهل أبدا ان انتو تطلع من بين الشوتين وبتلعب فريق كبير زي فريق الأهلي وانتو حاسس ان انت لازم تكسب دلوقتي يعني لازم تكسب دلوقتي لان انت فعلا الأفضل وانت الأحسن وانت الأعلى فبالتالي أنا عاوز أقولك ان كان دوري في ان انا بالفعل أبعد أي حد عن دخول غرفة الملابس بخلاف كابتن أيمان الرماضي وجهازه والجهاز الطبي المعاون لأن اللعبة كان في التوقيت ده ما كانش ينفعوا أصلا كمان يسمعوا أي حاجة حتى لو إشادة من الناس لأ كان لازم يسمعوا التعليمات بس اللي كانت موجودة من الكابتن أيمان علشان ما يحسوش ان المباراة اتفقديهم بصفة كبيرة الحقيقة ده احنا قدرنا نعمله وقدرنا ان احنا كمان لما نزلنا في شروط التاني يعني نحقق يعني حاجات كبيرة جدا من اللي الكابتن قالها لكن للأسف الكرة السابتة اللي جات البدري دي برضو يمكن هزتنا شوية لكن رغم كده احنا رجعنا تاني لمباراة ولكن زي ما قلت لك الجاهزية بتاعة اللاعبين اللي يمكن كلمت فيها كتير قبل المباراة ان الجاهزية فريق الاهلي والزمالك هي طبيعي انها تبقى افضل من جاهزيتنا بدنيا وفنيا في الملعب لأنهما ملسا مشاركين في أفريقيا ولعبوا مباريات رسمية في أفريقيا فهم عندهم الجاهزية دي لأنهما ما بعدوش عن المباراة الرسمية لكن احنا يمكن بعدنا فترة عن المباراة الرسمية ومهما كانت مباراة وداية انت بتعملها عمرها ما هتعوض المباراة الرسمية بخلاف اضافات الكتير اللي موجودة في الفرقة بعناصر كتير جديدة وأنا بشكرهم الحقيقة وبشكر كل اللاعبين اللي موجودين سواء القدامة أو الجدد لأن القدامة قدروا يدخلوا معاهم اللاعب الجدد بسرعة جدا ما حستش ابدا وانا قاعد ان في العيد قديم واللعب جديد ما حستش ابدا مثلا ان فخر القايدة لسه جاي ما حستش ابدا ان عبدالله مجدي وهو وبيلعب بكرايد ففي بعض الحاجات اللي برضو يعني جوه المباراة تفاصيل صغيرة تتعرفك ازاي ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله هتبقى في حتة تانية طيب بالمناسبة على ذكر اللاعب الجدد كابتن ايمان ربادي كان ليه تصريح قبل البطولة لما تكلم ان تعلمت درسا جديدا وهو ان انا ما اسبش لعيبة قبل ما كون ضمنت ان انا خلصت مع العيبة تانية هل في التلت اربعة ايام اللي جايين محتمل نشوف صفقات جديدة لسيراميك ريباترا ولا انتهى موسم الانتقالات بالنسبة لكم لا بالنسبة لنا انتهى موسم الانتقالات و احنا خلاص احنا يعني على اعتاب الدوري نظبوط و على اعتاب مباراة الثالث والرابع اللي لازم برضو نبقى مركزين فيها و بنقول ان هي حتى لو مش هتبقى انت دلوقتي كان كل اللاعب عندها امل بالفعل ان هي تلعب على اول و تاني لكن ان انت برضو تجهز نفسك انك تلعب مباراة و كبيرة جدا مع نادي بيرامدز مباراة مش سهلة و مباراة صعبة لكن يعني لازم بيقى فيه خطور الامام يعني احنا موسم اللي فات الحقيقة خرجنا من نفس الدور على ايد بيرامدز بالضربات الجزاء اعتقد ان شاء الله باذن الله الموسم ده لازم يبقى فيه حتى ولو خطوة لقدام من الرابع للتالت من الرابع للتالت ان شاء الله كنت واقف مع كابتان ايمان رماضي بالصدفة مبارح قابلته هنا في الفندق فافتكرنا مباراة بيرامدز بتاعت الموسم اللي فات قال لي هي دي مباراة نسي على الفرص اللي اهدرها الفريق قبل ما تنتهي بضربات الترجيح اعتقد دي من الحاجات اللي ممكن تكون محتاجة تبقى دروس لا تتكرر بالنسبة لسيراميكو فاترا الفرص المهدرة اكيد دي نقطة مزعجة بالنسبة لكم اكيد نقطة مزعجة بس الحمد لله الكابتان ايمان والجهاز المعاون بيشتغل عليها بشكل كويس والحمد لله ممكن النهاردة اضعنا برضو بعض الفرص اه لكن هي دي الكورة اه لازم تشوف اين وقت الضعف اللي موجودة وايه الايجابيات اللي موجودة وتشتغل عليها اه وتحاول بقدر الامكان ان انت تساعد لعبتك في ان هي تجد حلول لبعض المشاكل اللي موجودة عندها طيب قبل ما نسيب الا الاعداء الحلوة ديت عشان انا عارف انك مرهق جدا واتبقى محتاج الاستشفاء بتاعك انت كمان يعني عايز برضو اسألك على الدوري انت اتكلمت على ان احنا ممكن دي تبقى بداية كويسة جدا قبل انطلاق الدوري الانسجام يكون اتحقق بالنسبة لكم شايف ازاي مشوار الدوري السنة دي في ظل الشكل الجديد والنهاردة اتحددت خلاص حتى موعيد المباراة السبعتاشر الاولى او الستاشر السبعتاشر لكل الفرق ان شاء الله الدوري الموسم ده بنظامه الجديد اعتقد انه هيبقى قوي جدا من بدايته لان ما فيهوش وقت يعني انت النهاردة انت بتتكلم في دور الاول دور الاول ده يعني المباراة اللي هتروح منك مش راجعلك تاني صح فبالتالي هي كلها مباراة كوس تقريبا فلازم استعداد ليها وانا ممكن قلتلك في البداية ان بطولة السوبر دي بالنسبة لنا هي خير الاستعداد للدوري في الحمد لله في الان نهاردة تطميننا عليها بشكل كبير على الرغم من الغيابات اللي موجودة على الرغم من عدم جهزية بعض الافراد اللي كانوا النهاردة موجودين وفي ناس بره مش موجودة يعني انت النهاردة على سبيل المثال النهاردة تلعب عبدالله مجدي باكرايك وهو مش باكرايك بودي عبدالرحمن بودي هو مش باكليفت وبيلعب باكليفت في بعض الناس بالفعل لسه موجودين معنا لكن هدي ميزة كبيرة نبقى عندك سكواد تقدر تشتغل علي براحة كيبقى عندك البديل الكفء البديل الكويس علشان استمرارية وده الحقيقة اللي احنا كنا دايما بندور عليه ان لازم يبقى فيه عندك اللاعب الجيد جدا والبديل بتاعه اللي على قرب من مستوى او على نفس المستوى اخيرا فيه بمستوىكم النهاردة بحس ان فيه رد على ملفين كاناء وثيراء في الفترة اللي فاته النقطة الاولانية هي فكرة علاقتكم بالاهلي وكمان لما انت قلت في نهاية الموسم اللي فات لما تسألت قلت على فكرة انا اهلاوي لكني بشتغل في نادي ارجو لي النجاح ويبقى مهمة الاساسية انجاحه لانتين دولة اثاروا جدل كبير اوي ساعتها تصريحك ده وموقف قصة اللعيبة والانتقالات وفكرة الزمالك والاهلي والسياسة اللي حاكيت لي عنها بتاع السراميكي ريباترا اعتقد بماتش زي النهاردة بالمستوى اللي قدمتوه باحراج الكبار اللي بيحصل انتو بتبينو ان سياساتكم حاجة علاقتكم بالاندية حاجة وطموحتكم حاجة ورغباتكم في ان انتو تنجحوا حاجة تانية خالص الحقيقة هني كواس جدا انت اصارت النقطة دي لان انا انا اتطلقت معك في مداخلة وتكلمت فيها واكدت عليها ان احنا علاقتنا بجميع الاندية هي على مسافة واحدة وعلاقتنا جيدة جدا جدا بكل الاندية الموجودة في مصر وخاصة الاهلي والزمالك وبرامدز يعني دايما بيبقى فيه تعاون ما بيننا ودايما بس ممكن الجمهور احيانا او اا في ناس او بعض الناس بتحاول ان هي تاخدوا الجمهور لسكة ممكن تستفيد هي منها الله اعلم ازاي لكن اللي انا شايفه ان اا النهاردة في الملعب اا رد على كل المشتكين اللي موجودين ان احنا لأ بنلعب قدام الاهلي زي ما بنلعب قدام الزمالك زي ما بنلعب قدام برامدز ويمكن انا وانا كنت معاك قبل كده فصصت لك الموضوع واحدة واحدة ازاي علاقتنا بالناس كلها اا زي بعض بالزبط ما فيش اي فرق خالص اا الاثير حيطة ان صفقات بتروح لبرامدز الفرق تانية ما بتروحش للزمالك اعتقد الناس العقلة هتفكر بمنطقية هتقول يعني انا نفس الغرض او نفس الموضوع يمكن اتكلمنا فيه قبل كده اا نادي الاهلي تكلم فيه لما رفضنا او كنا اا اا محمد بسام واحمد رمضان بيكهم الموسم اللي فات ما انتقلوش للاهلي الموسم ده صديق جولة وبكهم وقلاوة مرحوش الزمالك انا يا جماعة بشتغل دايما وادارتنا بتشتغل دايما على مصلحة الفرق وفيه مثل كده بيقولك اللي يعوزوا البيت يحرم مع الجامعة يحرم مع الجامعة مضبوط صح فبالتالي احنا لا يعني احنا دايما على مسافة واحدة جميع من جامعة الاندية الحقيقة وفكرة بقى ان انا اهلاوي او زمالكاوي او 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 اكيد اي يعني اا كلنا مصر كلها والدول العربية بالكامل عندنا انتماءات صح ولكن الولاء الاول والاخير والعملك العملك والاكل عيشك صح واعتقد ده بيبقى ظاهر وواضح حقيقة جدا جدا في كل حاجة في خطواتكم وفي امتعالاتكم كمان سواء قبل او خلال او بعض المباراة اا الحقيقة الحمد لله احنا ماشيين بخطوات جيدة اا نتمتع باستقرار استقرار ايدالي واستقرار فني ان شاء الله باذن الله نتمنى ان ده يعني نشوف نتيجته خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله باذن الله واعتز من الحقكم ان انتم تفتخروا او تزعلوا لكن تفتخروا وتبنوا على اللي حاصل اا رجلكم خلاص خدت على الامارات فاشوف بقى ايه اللي هيحصل في كاس الرابطة بطولتكم المفضلة او يمكن الدوري او الكاس يكون وسيلتكم للعودة هنا للامارات السنة اللي جاية كمان ان شاء الله باذن الله نتمنى ان نبقى موجودين تاني تالت ان شاء الله باذن الله ورغم حزني على النتيجة النهاردة لكن فخور باللعيبة اللي موجودة بأداءهم بزعلهم حتى بعد المباراة بحزنهم الشديد ان هم كانوا يستحقوا فعلا المكسب النهاردة لكن بقول الحزن والزعل هنطلعوا في التمرين وهنطلعوا في الشغل وهنطلعوا في ان احنا ان شاء الله نأكد ده في مباراة التالت والرابع ونأكد ده في الدور ان شاء الله بإسم الله مين بطل السوبر توقعك مجرد توقع يوم الخميس احمر ولا بيض في ظل مستوى الاتنين اللي شفتوهم النهاردة اللي هو الناس شايفة ان المستويين ما كانوش مقنعين ولا الزمالك ولا الاهلي توقعك مين يا اخي يكسب البطولة توقعي ضربات جزاء ضربات جزاء ضربات حظ ضربات حظ لا سعيدة دي حظ مش حظ قوي ما بيباني ان في فرق جاهزة مستعدة مركزة دقيقة فبتكسب ايوة مش عارف الحقيق يلا هنختم بعد الجملة دي على طول بنتطلع فاصل الزمالك الزمالك توقعك الزمالك بطل السوبر هنشوف ونتكلم في الخصة دي بعد الفاصل بشكرك جدا معتاز البطاوي المدير الرياضي المتعلق للفريق المتعلق ونراك في مباراة التالت والرابع شكرا شكرا لكم شكرا على اللقاء الجميل ده وعلى قناتنا وبيتنا صاد البلد ونتمنى لها دايما يعني طول الوقت ان احنا بحب نتفرج عليها ونشوفها وبنشوف برنامجة كهانية وتوفيق ان شاء الله لكم ربنا يوفقكم بإذن الله وسلامنا لكل الفرع الله يسلمك بعد الفاصل في الماش مكملين وندخل في شوية تفاصيل ممكن تكونوا شفتوها وممكن تكونوا معرفتهاش أو عارفينها بس محتاجين شوية تفاصيل عنها لكن تعالوا مع بعض نشوف رأي الجمهور في الشارع تحديدا جمهور الاهلي بعد الفوز على سيراميكا كريباترا والتأهل لضرب موعد جديد مع الزمالك في نهاية كأس السوبر لقاءات من الشارع المصري تعالوا نشوفها ونرجع معاكم بعد الفاصل